متى كانت الهجرة النبوية المباركة الهجرة النبوية المباركة يترى كانت في بداية العام الهجري المفاجأة لا لم تكن الهجرة النبوية المباركة في شهر محرم إنما كانت على أرجح وأصح وأعلى الأقوال في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول الله لأن ابن عباس ذكر في البداية ونرى ابن كسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول ونزلت عليه الرسالة في ربيع وتوفي في ربيع وهاجر من مكة إلى المدينة في ربيع تترتيب ربنا سبحانه وتعالى بقى يبقى الهجرة ما كانتش في المحرم ركزه بس عشان لما يقولك خلاص إحنا في بداية عام هجري جديد تفرق بين بداية العام الهجري وبين توقيت وتاريخ الهجرة فتاريخ الهجرة شيء وبداية العام الهجري شيء آخر طب إيه العلاقة حالكذا متفقين أن سيدنا النبي لم يهاجر في محرم إنما هاجر في ربيع يبقى بداية العام الهجري في محرم ما لهاش علاقة في توقيت الهجرة متفقين أمان ليه بدأوا من العام الهجري في محرم خدوا بالحضراتكم أن التقويم والتاريخ الهجري اللي موجود بين أيدينا الآن اللي هو يبدأ بشهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي القعدة عزكم الله ما عندنا الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله برضو سلط التوبة قبل الآية ديه بثلاثة أربع آيات إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآيات عندنا الزمن ربنا خلق اثناشر شهر وصل إلينا أسماء الشهور لأن أسماء الشهور اللي موجودة الهجرية دي اختلفت كذا مرة والأسماء بتاعتها تغيرت أكتر من مرة على مدار التاريخ لو لأن الوقت لا يتسع كنا ذكرناه لكن اللي استقرنا عليه دلوقتي كتقويم هجري 12 شهر تعال نقولهم مع بعض كده الأشهر أيوة الأشهر الهجرية محرم أنا عايز حضرتك تقول معايا أيوة يا حاج عودي وقولي معايا أيوة قول قولي يا بنتي يلا مع بعض يا ابني يقول محرم صفر ربيع أول ربيع مش تاني بقى فيش حاجة اسمه ربيع ثاني لأن لو ربيع ثاني هيقتضي ربيع ثالث وربيع رابع إنما نقوله ربيع الأول وربيع أيوة الآخر مش الآخر كمان الآخر يعني الختام يعني جمادة الأولى جمادة مش الثانية برضو جمادة الآخرة يبقى ده 6 شهورة هو من 12 رحفظهم محرم صفر ربيع أول ربيع آخر جمادة الأولى جمادة الآخرة نفصل نوضحها أحسن احفظهم لله يبقى محرم صفر أدي 2 ربيعين جمادين أدي 6 ندخل بقى من الشهر السابع احنا قلنا محرم صفر ربيع أول ربيع آخر أيوة جمادة الأولى جمادة الآخرة من رقم 7 بقى الشهور احنا حفظينها ها رجب شعبان رمضان يبقى تجاه تسعة رجب شعبان رمضان تسعة طب الحداشر شوال فضل اتنين زل قعدة وقيلة زل قعدة وزل حجة وقيلة زل حجة بسيطة خالص نقولهم تاني مش هسيبكم اللي لادي لما تحفظهم معي يبقى محرم صفر ربيعين جمادين رجب شعبان رمضان شوال زل قعدة زل حجة بس قدل اتناشر طب ليه طالما ان سيدنا النبي هاجر في ربيع ليه بداية العام الهجري في محرم ده قضية كبيرة التاريخ الهجري اصلا ما كانش موجود ايام سيدنا النبي الله هو كان اصلا موجود في العهد المكي هي الهجرة ما بدأتش اصلا اللي بعد 13 سنة من نزول البعثة يعني سيدنا النبي نزلت عليه الرسالة بابه بابا امي صلواته ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله نزلت عليه الرسالة 40 سنة وما فيش تقويم هجري فيش هجرة اصلا وخاد سيدنا النبي قعد 13 سنة في مكة على الاربعين يبقى دي 53 سنة من عمر النبي ما فيش تقويم هجري لما هاجر سيدنا النبي من مكة للمدينة باقي على ان يلحق بالرفيق الاعلى عشر سنين برضو ما فيش تقويم هجري فيش حاجة اسمها عام هجري فيش الكلام ده الله هم ملك كانوا بيقرخوا بايه كانوا بيقرخوا وقتها بالامور الجسام بالامور العظيمة بالاحداث الكبيرة السقيلة المهمة فييجي يقولك مثلا لما ابراه جيه يهدم الكعبة بالفيل او الافيال فقال لك عام الفيل لما سيدنا النبي نزلت عليه الرسالة وبوع سنبيا فقال لك عام البعثة فيشتغلوا على عام الفيل يقولك قبل عام الفيل بكذا سنة بعد عام الفيل في كذا سنة حتى يقولك ولد رسول الله في عام الفيل فيشتغلوا على الفيل لما جات البعثة يقولك قبل البعثة سنة كذا قبل البعثة سنة كذا بعد البعثة وهكذا بيقرخوا بالأمور بالأمور الجاسيمة